منصبح لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين كلام عن العيد وعن كحك العيد واحنا عارفين كلنا ان العيد يعني كحك ومخبوزات وتربس طيب ساعات كتيرة بنسأل نفسنا هل العادات والتقاليد دي المتورسة عندنا من مئات السنين هل هي عادات فاطمية ولا مصرية قديمة ولا مستحدثة ولا ايه ولا ايه ممكن دي اسئلة كتيرة يا محمد عايزين نعرفها يعني الكحك جمني انفعلها الكحك وغير الكحك كمان احنا شعب ليه تاريخ والاكل وثقافة الاكل في مصر ليها تاريخ كل اكلة وكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا لها جذور من اول مصر القديمة مرورا بعصور تاريخية كتير جدا في الفقرة دي هنحاول مع حضراتكم نتعرف على الاصول التاريخية للأكلات اللي احنا بناكلها بنتبسط بيها جدا في العيد مع دكتور شريف شعبان الكاتب والباحث في الاثار صباح الفل على الحمد صباح الخير عليك ناس بيقولوا انه دايما الاعتقاد الشائع انه كل احتفالات العيد او البهجة اللي احنا بيشوفها من رمضان هي احتفالات بتعود الى العصر الفاطمي لكن ليه اصول في مصر القديمة صح كده؟ شوف خلينا نرجع شوية فكرة الصوم نفسه هل في صوم في مصر القديمة؟ المصرين قداما عارفوا الصوم تقربوا للمعبودات بتاعهم بفكرة الصوم فكرة تهذيب النفس ومحو الشهوات كانت ايمة على فكرة الصوم فكرة الاحتفال مع بعض الصوم فكرة مصرية قديمة طبعا اختلفت العادات والتقاليد ما بين مصر القديمة وبين الاديان السماوية ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين ايمانوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تلتقون فالمصرين قدماء من اوائل الامم اللي عرفوا الصيام من قبلكم دي يعني في حضارة عرفت الصيام بالضبط ليس زج الحضارة الاسلامية او العادات الاسلامية ولكن فكرة الصوم نفسها كانت موجودة في الحضارة المصرية سيام nak сказ من طلوع الشمس حتى غربها فعلا الكاهنة المصريين كانوا بيصوموا سبع ايام متتالية لحد 42 يوم فكرة ان هم يصوموا عن اكلات معينة دي كمان كانت موجودة في مصر القديمة وبالتالي فكرة الصوم كانت متجذرة في الحضارة المصرية القديمة الأكلات بقى المرتبطة بالأعياد المصرية اللي احنا تورفنها لحد دلوقتي المصرين القدماء من أكتر شعوب العالم المحبين للأعياد المصر بطبيعته محب جدا بالأعياد والاحتفالات والبهجة يمكن احنا عندنا أكتر من 90 عيد في مصر الأديمة كلها أعياد وطنية وأعياد دينية وأعياد محلية كل إقليم كان ليه العيد بتاعه وكان ليه المعبود بتاعه وبالتالي فكرة الاحتفال والبهجة منتشرة جدا في الحضارة المصرية القديمة كل عيد كان مرتبط بأكلات مرتبط بأزياء في أن الناس لازم تنزل وتحتفل في كل أنحاء مصر هل كان في عيد من الأعياد دي مرتبط بالكحك؟ الكحك كان عنصر مهم جدا على المائدة المصرية القديمة كان مرتبط بالأعياد مرتبط بالقربين لكن احنا هنلاقي مناظر في جدريات المعابد والمقابر المصرية القديمة أنهما كانوا بيقدموا من ضمن المأكولات للمعابدات الكحك من ضمن المأكولات للمصر كان يحب ياخدها معايا في العالم الآخر وبرسمها على جدريات مقابرت والكحك طب كان بيتعامل من إيه؟ كان بيتعامل من الدقيق والعسل النحل وكان بيتم إضافة بعض الفواكه المجففة زي الزبيب أو كان بيتم حشو بالتين أو بالطمر جميل تسعين عيد في الحضارة المصرية القديمة ده هيخلينا أسأل حضرتك الأعياد وثقافة الأعياد إزاي أثرت على الشخصية المصرية؟ يعني أكيد فيه شخصية مصرية مختلفة ومتميزة وبيسموها كده عبقرية الشخصية المصرية اللي هي دايما تتعود على خل حالة من حالات الفرح ده نعكس إزاي على سلوك لك بصري؟ ده خل المصري على مدار القرون على مدار كل الحضارات اللي عاشتها مصر شخصة محبة للحياة رغم الضغوط، رغم المشاكل رغم الاحتلال اللي مر بمصر في أكتر من عصر لأن المصري رغم كل الظروف دي بيخرج يحتفل ما فيش حاجة تمنعه مدار الاحتفال بالله هي هي على مدار كل العصور فكرة أن المصري يحتفل مع أهله يتجمعوا دايما يتجمعوا عند ضفاف النيل حتى دلوقت إحنا نحتفل على الكورنيش حتى أيام الكورونا الناس كانت بتحاول أن هي الطريقة أو بأخرى تحتفل مع بعضها الاحتفال والخروج وزيارة الأقارب وزيارة الموت دي عادة مصرية قديمة ما تلاقيش في أي حضارة في عندنا في مصر القديمة عيد اسمه عيد الوادي الجميل فيه ثلاث معبودات المعبود أمون ومراته أموت وابنهم خنصو دول موجودين في الأقصر بيخرجوا في موكب مهيب من الشرق للغرب بيزوروا المعابد الجنائزية وفي وسط الموكب ده بيخرج المصريين يزوروا أفراد أسرتهم المتوفين في المقابر يعني فكرة زيارة المقابر في أول يوم العيد دي موجودة من أيام الحضارة المصرية القديمة بالضطط احنا بنخرج دلوقتي من زور قرائبنا المتوعفين كان هم بيشاركونا الاحتفال بيشاركونا الحياة كان هم مرحوش في عالم مختلف ولكن هم عايشين معنا في نفس العالم بتاعنا إيه لتقص المتورسة الغاية دلوقتي إيه الحاجات اللي بتشوفها أو بتشوف المصريين لسه بيعملوها فبتقول آه ده كان موجود زمان أو أجددنا كانوا بيعملوه زمان فكرة الكحك فكرة الكحك يعني دي من أساسيات المطبخ المصري لازم نحن نصح الصبح نفطر في كحك أول يوم العيد طبعا ما اختلاف أنواها الأعياد ولكن الكحك ده عنصر أساسي في مقادة الإفطار المصرية القديمة فكرة العادية العادية دي من العناصر اللي احنا خدناها من العصر الفاطمي نحن كنا لسه منتكلم عنه نبس العيد من أول مصر القديمة المصري يحب جدا الأزياء ويحب جدا التطيب ولازم يلبس جديد الكتان كان من أهم عناصر الملابس اللي المصر القديم كان بيحبها استمر الموضوع ده في العصر الفاطمي كان أغلب عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية خدناها من الفاطميين كان فيه دار مخصصة اسمها دار التراص كان بتعمل الأزياء الخاصة للناس عشان يلبسوها في الاحتفالات وفي العياد وكان فيه دار أو وزارة مخصصة للكحك هل المعلومة دي صح في العصر الفاطمي انشئت وزارة يعني مخصصة فقط للكحك بالضبط كان فيه حاجة اسمها دار الفطرة دي كان مكانها جنب الباب الأخضر جنب مقام الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه دي كانت مخصصة بس بأمر مباشر من الخليفة الفاطمي ان هي تشرف عملية صناعة الكحك وتوزيعه على الناس يصل لها حاجة عظيمة جدا جدا كان بيتم رصد 20 ألف دينار فاطمي لصناعة وتوزيع الكحك كان بيتم عمله من أول شهر رجب لحد نهاية شهر رمضان بحيث ان مع أول يوم العيد بيتم توزيعه على كل الناس حتى لما الصلاح الدين الأيوبي منعوا المصريين كانوا ساعتها عرفوا طريقة الكحك وبقى من ساعتها عادة متوارسة عندنا والغاية دلوقتي موجودة وبناكل لا حد شقدر يمنع المصريين على الهتفال بأي مصر طب ده بالنسبة لقصة الكحك الفسيخ بقى علاقته ايه بالأعياد وجلنا منين وبدايته كانت فين لا الفسيخ ده أكلة مصري أصلي يعني مفيش أمة في العالم ممكن تأكل أكلها بالطريقة اللي احنا بنعملها في الفسيخ يمكن المصريين القدماء ربطوه أكتر بأعياد الربيع أو بالشمو أو فترة ربيع يعني يوم فعلا موجود من زمان قوي كده بالضبط دي حقيقة وعندنا مناظر لفكرة الفسيخ وإزاي ان هم كانوا بيأكلوه ده اللي احنا ارتبط بنا دلوقتي بعيد شم النسيم ولكن دي من الأكلات اللي المصريين تورثوها وحفظوا على صناعاتها لحد دلوقتي واحنا على أبواب شم النسيم يعني خلاص أيام قليلة ونحتفل بالعيد الفرعون الجميل كمان شم النسيم عايزة أسأل حضرتك بعين هنا الباحث في الأثار أهمية توثيق مثل هذه الأكلات أو ثقافة الأكل زي ما بيقولوا كل شعب وكل حضرة بتتميز بأكلات معينة وثقافة معينة فيما يخص الأكل واللبس والمظهر يعني التوثيق هنا مهم إزاي؟ شوف الأكل ده هوية كل أمة وكل حضارة بتستمد هويتها من مجموعة من العناصر من بينها الأكل يمكن فيه حضارات أو فيه أمم بتصطو على أكلات أمم تانية وبتعتبر أن ده ملكي لها ولكن احنا أكلنا أو عادتنا في الأكل والشرب دي متجذرة في حضارتها من أول آلاف السنين من أول مصر القديمة وبالتالي فكرة التوثيق ده عملية توثيق للهوية المصرية حتى لو فيه أكلات تدخلت على الحضارة المصرية أو عملناها بطرق مختلفة ولكن عملناها بطريقة بتاعتنا بمصرها بمصرها بعملها تمصير زي بي بالضغط حتى لو جايلنا من برة فهي بتدخل عندنا بتاخد الطابع المصري بتختلف تماما عن الطابع اللي جايلنا بيه وبالتالي حتى لو أكلها مش مصرية الأصل احنا بنعرف نخليها مصرية طيب احنا كمان السنة دي يمكن كان عندنا في رمضان واجبة درامية دسمة جدا بالتاريخ وده يمكن مسواء التاريخ للمسلسل زي الحشاشين أو الأساطير زي جودر أو غيره أو غيره شفت ده ازاي انه بيسيب يمكن أثر إيجابي جدا لدى الجموعة المصرية عن تاريخنا أو يعني مش بس بتكلم عن المسلسلين دول لا في مسلسلات كانت بتتكلم عن التاريخ المصري شفت ده ازاي بعين بقى حضرتك كده يعني عندك دايما انت عين التاريخ المختلف أنا مبسوط جدا بشركة المتحدة السنة دي أو على مدار السنين انها بتهتم جدا بفكرة الانتاج وفكرة الحفاظ على الفن المصري باعتباره القوى النعمة المصرية كان السنة دي زي ما حضرتك قلت عندنا وجبة دسمة من الدراما ذات المسلسلات الأطفال يعني خلييني أتكلم عنها ده هي يمكن سنة دي عملنا يحيى وكنوز الجزء التالت كان غاية في الروعة متقن جدا من حيث التكنيك من حيث الصناعة السيناريو والحوار كان رائع جدا فكرة الحفاظ على الهوية المصرية وعلى التاريخ المصري وزي نحن نبسطه للأطفال والناشئة وحتى الكبار وزي نحن نحافظ على تاريخنا من العبث أو أي حد يحاول أنه يزور تاريخنا فنا شايف أن رسالة المسلسل ده كانت قوية جدا ومهمة جدا المسلسل الحشاشين كان رائع جدا كصناعة وإمكانيات طبعا غاية في الروعة خصوناها منتكلم على حقبة تاريخية ما هيش مصر ومعمولة بشكل مبسط جدا بحيث أن احنا نعرف الناس إيه الطايفة دي وإيه خطورتها وإزاي قفرت على مجريات قرن الحد عشر وإزاي قفرت على مصر نفسها رغم أن حسن الصباحة جهة مصر فترة قليلة جدا فكرة بقى أنه هو معمول بالعامي مش بالفصحة أنا شايف العامي يعني هو بسط الحوار شوي أنا كنت طبعا أحب أنه يبقى بالفصحة ولكن العامي ما زعجنيش قربوا للناس أكتر بزاق مضرش المسلسل زي ما الناس متخيلة ولكن خلى الناس تقرب من الحقبة الغريبة طيب دوتو شريف بعين الباحثة في الأثار والثقافة بشكل عام مهمة جدا المسلسلات التاريخية والأهم كمان أن المسلسلات تحمل قيم معينة للجمهور فبرأيك إيه هي أهم القيم اللي مفروض نستلهمها من تاريخنا عشان تبقى موجودة في مضمون يقدم خلال هذه المسلسلات إحنا محتاجين إيه دلوقتي ببساطة كده من التاريخ القديم محتاجين إن إحنا نتعرف أكتر على تاريخنا نعرف تاريخنا بكل وصول تاريخ القديم والتاريخ الوسيط تاريخ الحديث والمعاصر أتمنى إن إحنا نكتر المسلسلات التاريخية فكرة إن إحنا نحافظ على الهوية المصرية ونقدمها بشكل مبسط للناس لكن الناس بتشوف مواد التاريخ حاجة كبيرة جدا صعبة ولكن الدراما بتسهلها بشكل كبير جدا بتوصل التاريخ بشكل سالس ومبسط للناس على كل المستوات كل البيوت تقدر تتفرج عليها وبالتالي مسلسل تاريخي ممكن يحبب الناس في التاريخ أكتر من ألف كتاب تاريخ أكتر من ألف حس التاريخ بالضبط ده حقيقي وعلى كل المستوات كل الأعمار كان هلو كلم على مسلسلات أطفال مسلسل كبار مسلسل تاريخي وبالتالي كل ده بيساهد على إن إحنا نحافظ على هويتنا ونعرفها لكل الناس قد إيه مهم إن إحنا يبقى عندنا دايما كل سنة يعني السنة دي عندنا وجبة من مسلسلات الانيميشن للأطفال ربطيتهم يمكن باللغة وده مهم جدا إنه دايما بنشوف الأطفال بتروح ليه مسلسلات كارتون بلغات تانية المدبلاجة دي بالضبط النهاردة بنشوفهم مسلسلات بتكلمهم بلغتهم فقدرين أنه نوصل القيم والعدادات المصرية ليهم بشكل واضح من غير أي يعني خليني أقول الحاجات اللي يمكن بنشوفها دايما في المسلسلات العدادات وتقاريد المختلفة المسلسلات الأجنبية النهاردة قد إيه مهم قدام نشوف المصري الأديم في الكارتون المصري مواجه للأطفال ده حقيقي يمكن إحنا بتدينا أن إحنا نعمل مسلسلات كارتون نعرف الأطفال والنشأ أهمية الحضارة المصرية القديمة لكن للأسف إحنا بنستقي مسلسلاتنا ومعلوماتنا عن الحضارة المصرية القديمة من الأفلام والمسلسلات المعمولة برا ودي بتبقى خطورتها نهارة بتبقى موجهة لتشويه الحضارة المصرية بالضبط فجه الوقت أن إحنا نعمل مسلسلات وأفلام وبالأخص نوجهها للأطفال بعرفهم أهمية حضارتهم يحافظوا على الهوية بتاعتهم. زي يعرفوا اهمية تاريخهم القديم. ما يخافوش منه. ما يخافوش ان دي مواد كئيبة او صعبة او اسامي الملوك دي غريبة. لا بالعكس. نحن نقدر نحببهم فيها. لكن احنا شفنا موكب المواد الملكية حدث غاية في الروعة. هايل. هايل. لك الناس كتير ما تعرفش مين الملوك اللي ماشيين. ولكن حببهم في طرافهم. حببهم في تاريخهم القديم. حسسهم ان تاريخهم القديم ماشي ما بينهم في الشارع. وبالتالي فكرة ان احنا نعمل دراما للاطفال ودراما للكبار ده شيء جميل جدا. وهيقرب الناس من تاريخهم القديم. رأي حضرتك ايه فكرة التنوع التاريخي في المسلسلات اللي بتقدم. يعني تحديدا في الكرتون مثلا. بنشوف تركيز شوي على المصر القديم والحضارة الفرعونية. كمان بنشوف اه اه تايرات وحضارات اخرى. يعني مثلا اه مسلسل سر المسجد. فبتكلم على قيم اسلامية. اهمية ان انا افتح النوافذ كده على كل الحضارات اللي هي بتمثل الشخصية المصرية تراكم هذه الحضارات. بدأ من مصر القديمة حتى الان. هذا التنوع شافوا ازاي? احنا الحضارة الوحيدة على مستوى التايخ في الهلم كله اللي عندنا اكتر من حضارة متورفة. عندنا الحضارة المصرية القديمة اليونانية الرومانية القيطية الاسلامية بكل مرحلها. وبالتالي كنا نعمل مسلسلات باختلاف العصور التاريخية. ده فراء. بتغنى للشخصية. بالضبط. ده فراء مصر بتتميز بي. بيعملنا ثقل في الشخصية المصرية. بيخلينا ان احنا نفتح افاق نعرف كل العصور اللي عصيرها مصر دي. لكن احنا يمكن طول الوقت بنسمع عن العصور المختلفة دي. لكن احنا مش متخيلين شكلها كان عامل ازاي. فمهم جدا تكسدها حتى عشان الصورة تبقى واضحة في اذهان المصريين. ده حقيقي. وعلى مستوى الكبار وعلى مستوى الاطفال. وبقى فيه اهتمام كبير جدا بالمراجعات التاريخية. لكن اصدت زيتي مهتمين ان هم اشرافوا على الاشراف التاريخي. على مسلسل اليحية وكنوز. وعلى سر المسجد. وده بيدي ثقة للعمل التاريخي بيوصل المعلومة الصحيحة للاطفال والناشئة. شكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا دكتور شريف شعبان الكاتب والباحث في الاثار وكل سنة وحضرتك طيبين. شكرا جزيلا كل سنة وانتو طيبين. حضرتك بألف خير. ألف شكرا. شكرا.